طبعاً المنتخبات الإفريقية نفسها حدث ولا حرج بالمناسبة روي بيتوريا كانت كلم من برحة الماتش طبعاً أعرب عن ساعاته بالفوز على تنزانيا من نتيجة 2-0 وقال في المؤتمر الصحفي اللي كان عاقب انتهاء المباراة قال حققنا الفوز ضد خصم جيد وعنيد شكل لخط هجمنا بعض المشاكل بسبب التكتل الكبير في خط دفاعه وقال إن الأهم بالنسبة لنا كان الخروج من هذه المباراة بدون إصابات وتحقيق الفوز وبالتالي الاستعداد بشكل جيد لكأس الأمم الإفريقية اتكلم كمان عن استبدال عمر كمال بعد ممرت 77 ديئة من أحداث اللقاء وقال إن صابت عمر كمال بسيطة ومش حتى يعني لا تثير القلق بأي حال من الأحوال ولكن على سبيل الاتمئنان هيتعمله أشعة طبعاً مطلوبة للاتمئنان على حالته وصلت لفين اتكلم كمان عن صلاح وقال إن صلاح يمكنه اللعب في وسط الملعب مثل ما حدث وليس بالضرورة أن يلعب على الأطراف وفي ناس قد تتوقف قدام هذا القول نسبة يعني فكرة إن محمد صلاح أردي متميز على مستوى العالم في مركز معين طب تغير له مركزه ده ليه المهم أضاف وقال إنه ما فيش لعب أساسي ولعب احتياطي لكن هناك منافسة قوية بين كل اللعبين في كل المراكز وأكد على إن احنا بتنتظرنا اختبارات صعبة جداً في كأس الأمم الإفريقية ووضح كمان إن ياسر إبراهيم كان مصاب مع الأهلي ولكنه الآن جاهز للمشاركة مع المنتخب مصر في أي وقت أكيد نرجع ونقول بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله طيب إحنا الكلام عن الكورة أكيد لسه يعني لسه وفي الفقرة الحوارية هنتكلم كمان بشكل أكثر تفصيلاً بس خير نروح لكورة القدم النسائية شوية